تسيطر المعارضة على بزاعة وتقترب أكثر من مدينة الباب بريف حلب الشرقي سيطرة سبقها معارك هي الأعنف منذ اندلاع معركة درع الفرع الفصائل المشاركة تؤكد أنها باتت على مقربة من فرض طوق حصار على المدينة متوعدة للتنظيم بهزيمة قاسية على الجانب الآخر من المعركة تقدم يتم بهدوء ودون ضجيج إعلامي الأسد وحلفاؤه يتقدمون أيضاً ويسيطرون على قرى وبلدات جنوب مدينة الباب ثم يرجح المراقبون أن تقدم النظام يأتي لحماية طريق إمداده الوحيد نحو حلب وأن لا أطمع له في الباب سيما عقب التفاهمات الروسية التركية السيطرة على الباب تعني مسك زمام الأمور نحو شرق سوريا فالباب يفتح من هنا لمناطق خرجت عن سلطان المعارضة السورية منذ عامين وأكثر فهل ستكون للمعارضة كلمة في الشرق أم أنها باقية ضمن نطاق المناطق الآمنة المرتقبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر